وقعت الأكديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للأممة والطفولة بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأممة في مصر يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ الأنشطة المشتركة من جهتها قالت المدير التنفيذي للأكديمية الوطنية لتدريب الدكتورة راشا راغب قالت أن هذا التعاون يعكس حرص الأكديمية على دعم جهود المجلس القومي للأممة والطفولة في مجال حماية ورعاية الطفولة وأشهدت الدكتورة راشا راغب بالدور الذي يقوم به المجلس في تعظيم الحقوق الخاصة بالطفل والأم والدفاع عنهما في إطار القانوني والدستور ترجمة نانسي قنقر